بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الأسبوع وبالتأكيد احنا خلاص خلال الساعات القليلة القادمة بنستعد بالتأكيد للأجندة الدولية منتخبنا الوطني على أهبة الاستعداد لتصفيات كأس العالم مباريات الجولة الثالثة والربعة مع المنتخب الليبي بالتأكيد ده مرحلة مهمة جدا خاصة انها جاية في توقيت مع تغيير الجهاز الفني أيضا كمان النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بالتأكيد استراحة محارب الفترة اللي جاية الاستعداداتها تكون لانطلاقة بطول الدوري أبطال إفريقيا اللقب الحادي عشر بيذن الله إن شاء الله تكون انطلاقة قوية ونفس الانطلاقة ونفس البداية هتكون مع فريق من النيجر مرة اللي سابقة كان فريق سندي بالمرة مع الحرس الوطني من النيجر المباراة إن شاء الله يوم 16 أكتوبر لكن الفترة هيكون فيها فترة رحة واستعدادات خاصة بعد المباراة الودية اللي انتهت بالأمس بفوز الأهلي بسبعة أهداف مقابل لشيء فرصة التقاط الأنفاس بالنسبة للمشوار المحلي والمشوار الإفريقي وتحديد المهام بالنسبة للمرحلة القادمة للجهاز الفني ولعبي النادي الأهلي حالة النهاردة يكون فيها تفاصيل كثيرة متعلقة باستعدادات الأهلي وأيضا كمان كواليس متعلقة بمنتخبنا الوطني اللي بيستعد بالتأكيد بشكل جدي لمباراة ليبيا وغدا في مباراة ودية مع منتخب بلاي بيريا حالة النهاردة بالتأكيد نبدأ بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة اليوم توقعاتكم لأفضل تشكيلة ممكن يلعب بها منتخبنا الوطني في مباراة ليبيا شاركونا من خلال الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الأراء ومشاركات الجماهير على توقعاتكم لأفضل تشكيل لمنتخبنا الوطني لكن نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق يحصل على راحة ثلاثة أيام وفي الترند المحلي حسم شكل الدوري الجديد السبت المقبل وفي الترند العالمي مهاجم ليفربول السابق صلاح الأفضل في العالم طيب النهاردة بالتأكيد في مجموعة من المباريات والنهاردة بالتأكيد استكمال مباريات الأمس بنتكلم النهاردة في مباراتين في توقيت واحد أتالنطا هيستضيف يانج بويز وسبعة الأوروبع أيضا زينة سان بيترسبورج هيستضيف مالعمه في الساعة التاسعة مساء ست مباريات في توقيت واحد بايرن ميونيت هيستضيف دينمو كييف بينفيكا هيستضيف بارشلونا منشستر يونايتد هيستضيف فيا ريال يوفينتوس هيستضيف تشيلسي ريد بول سالسبورج هيستضيف ليل وفيلتسبورج هيستضيف شبيلية طبعا بالأمس كانت فيه مباريات مهمة أيضا كمال لفربول قدر يفوز على بورتو بخماسية باريس سان جرمان ومنشستر سيتي فوز لباريس سان جرمان بهدفين وبالتأكيد كان هدف مهمة أيضا ليونيل ميسي طيب مباريات تكاسل لبرتادورس النهاردة نصف النهائي لقاء الإياب ما بين بارشلونا جواكويل مع فلامينجو مباراة النهاردة بالتأكيد الساعة اللسانية والنصف من صباح إلى غد وكانت مباراة الزهاب انتهت بفوز فلامينجو بهدفين مقابل لاشي طيب مباريات اليوم أيضا في كوبا سود أمريكان نصف النهائي من لقاء الإياب لبرتاد النهاردة في الساعة السانية عشر والربع من منتصف الليل هيستضيف برجنتينو وبالتأكيد أيضا مباراة صعبة لبرتاد لأنه لازم يفوز على برجنتينو بسلاسة أهداف مقابل لاشي لسابق فوز برجنتينو بهدفين مقابل لاشي في لقاء الزهاب طيب دي مجموعة مباريات النهاردة وبالتأكيد الحدث الأهم هيكون متابعة مباريات تدوري أبطال أوروبا والمباريات الحاسمة والمباريات المهمة لكن أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وفقرة تريند تريند وعندنا تفاصيل مهمة بخصوص الدوري والمرحلة اللي جاية وأيضا كمان آخر أخبار الأهلي قبل الراحة السلبية اللي حصل عليها الجهاز الفني واللي عابين لمدة ثلاثة أيام أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند هنلقي الدوق على بعض الموضوعات المهمة اللي بالتأكيد جمهور الكورة بشكل عام عايز يعرف التفاصيل في الفترة اللي جاية خلال الفترة الحالية كلنا عارفين نتم تشكيل ربطة لأندية الدوري الممتاز بالتأكيد لإدارة المسابقة خلال الفترة القادمة الموضوع مهم جدا وأهميته بتأتي من أن الرابطة دي بالتأكيد هيكون عليها مهامة كبيرة جدا خلال الفترة اللي جاية ولكن الدور اللي منوطة به الرابطة الفترة الجاية بالتنصيق مع اتحاد الكورة والليحة بتدل اختصاصات لمين في الملفات بالنسبة للمرحلة اللي جاية هبدأ معاكو وهستعرض تصريح مهم جدا للأستاذ أحمد دياب اللي تم انتخابه رئيسا لربطة الأندية في الأسبوع الماضي قال سنعلن موعد جدول الدوري حتى موعد بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون القادمة وسنعلن بعد ذلك باقي الجدول حتى نهاية الموسم بعد نهاية البطولة وحسم شكل الدوري الجديد هيكون يوم السبت المقبل بعد تقديم سلاسة اكتراحات للأندية طيب معنا كده أن الموعد اللي هيتم إعلانها لفترة الجاية تبقى لتصريحه لأستاذ أحمد دياب هتكون حتى موعد كاس الأمم يعني الدوري هيتوقف لغاية أول يناير لأن طبعا الكاس الأمم ينطلق يوم تسعة يناير تحديدا هيكون فيه انضمام للعيبة قبل البطولة بحوالي أسبوع أو أسبوعين يعني نتكلم الدوري هيتوقف لغاية خمسة وعشرين ديسمبر فبتكلم من شهر عشر إلى خمسة عشرين واثنوشر هيتم إعلان شكل الدوري في المرحلة الجاية الاقتراحات التي تقدمت فيه ثلاث اقتراحات دوري من دورين اللي هو المعتاد دوري من مجموعتين وأعتقد هيبقى صعب تنفيذه لأنه تسوقيا كمان هيكون فيه خسار كبيرة ودوري من دور واحد ثم مرحلة البلاي أوف أول تمانية هيلعبوا مجموعة واحدة مع بعض عشان يتحدد بطل الدوري والمراكز التاني والتالت والرابع والعشر في مؤخرة الجدول هيلعبوا دوري مع بعض عشان يتحدد الهابطين للدرجة التانية والدوري ده مستون عدد الأندال هابطة أو عدد مباريات الدوري بدل ما تكون 34 أسبوع لن تتراوح أو لن تزيد عن 24 أسبوع فيتم توفير عشر أسابيع وده بالتأكيد مهم عشان الأجندة اللي جاية هتكون مزدحمة جدا حتى نهاية المسيب طيب على المقابل أو في المقابل الأستاذ أحمد ده مجاهد رئيس اللجنة السلسية لاتحاد الكرة المعينة من قبل لفيفا كان قال تصريح يمكن عمل لغط شوية فيه الوسط القروي خاصة بعد تشكيل الربط من حق ربط الدوري تشكيل لجنة لإدارة الدوري الممتاز لكنها لا تملك التحكم في شكل المسابقة اتحاد الكرة فقط هو من يملك ذلك الموسم المقبل صعب جدا تغيير المسابقة مرتبط بكثير من الأشياء الفنية والتسوقية والتنظيمية يمكن أن نصل لشكل مناسب بوجود ممثل التمنتاشر نادي والرعاة والقنوات الناقلة وممثل اتحاد الكرة هنا التصريحات تقدر تقول في تضارب يعني تصريح الأستاذ أحمد دياب بيقول سنعلم موعد دادا للدوري وفيك ترحات تقدمت الأندية عشان شكل المسابقة في المقابل اتحاد الكرة واللجنة السلسية بيقول من حق الربطة تشكيل لجنة لإدارة الدوري لكنها لا تملك التحكم في شكل المسابقة شكل المسابقة اللي هو ايه؟ عن اضل زي ما احنا دوري من دورين ولا دوري مجموعتين ولا دوري من دور واحد ثم مرحلة البلي اوف طبقا للليحة احنا مش نقول بقى وجهات ناظر طبقا للليحة اتحاد الكرة طبقا للليحة ليه الحق ان هو فعلا يقول اه او لأ على شكل المسابقة والربطة مش من حقها ان هي تقول شكل المسابقة ايه؟ ده طبقا للليحة لذلك انا اتمنى خلال الساعات القادمة بغض النظر عن الليحة او بالتنسيط بخصوص الليحة انه يتعامل بروتوكول عمل مبين الربطة مع اتحاد الكرة ده لمصلحة الربطة من مصلحة الرابطة أن يتم عمل وضع بروتوكول ما بين الرابطة واللجنة السلسية أو إدارة اتحاد القرى عشان كل واحد يعرف الحقوق بتاعته إيه والواجبات اللي عليه إيه ده مهم جدا لأن الفترة الجاية الرابطة لو طلعت قرارات تبقى لللايحة تقدر اللجنة السلسية تعدل فيها أنا بقول كلام تبقى لللواحة الموجودة في عمل الروابط الأندية أو ربطة الأندية خلال الفترة الجاية فأتمنى أن الرابطة عشان تطلع بره الإطار ده تحاول تجري اتصالات مع اتحاد القرى عشان يكون فيه بروتوكول الفترة الجاية عشان الرابطة تقدر تقوم بدورها في المرحلة الجاية وما يجيش اتحاد القرى يقولك لا القرار ده مش مناسب فيلغي لأن اللوايح بتسمح أن اتحاد القرى يعمل الخطوة دي طيب قد نقولت من بداية قبل ما تبدأ المسابقة وقبل ما يتم إعلان أي قرارات بالنسبة لي المرحلة اللي جاية ده المصلحة الأندية والمصلحة الرابطة عشان تبدأ تشتغل بشكل سليم في الفترة اللي جاية طيب أنتقل بقى بالنسبة لي أخبار الأهلي في المرحلة اللي جاية مستر بيتسو موسيماني يمكن نبارح كان عامل مباراة ودية وتقدر تقوله كده يعني يا مباراة كانت فرصة عشان يشارك فيها عدد كبير من اللعاب القطاع الناشئين واللعاب اللي ما بتكيد ما بتشاركش بشكل أساسي محمد محمود عدد من اللعاب نبارح شفناه حسام حسن يعني كانت فرصة طيبة نشوف كمان رامي ربيع بعد فترة ممكن يكون غايب يعني فاتطمن على الحالة البدنية الحالة الفنية سبع أهداف مقابل لشيء شايفين تمريرة من رامي ربيع تمريرة طولية لحسام حسن راح على طول بصل للمرمى شاط يعني كل دي بداية كوي كويسة وانت لسه عايز تدخل اللعابة في مود المباراة واللعب الفترة الجاوية تجانس كويس جدا فرصة كويسة جدا ونقدر نقول يعني مكسب معنوي في إطار المرحلة الحالية في ظل طبعا فيه لعيبة كتير جدا انضموا ليه منتخباتهم في الفترة الحالية سواء منتخب أنجولا أو منتخب بامالي منتخب تونس مع علي معلول منتخب مصر نستدع سبع لعيبة شفنا كمان أحمد عبدالقادر من ضمن اللعاب المميزة اللي ظهرت بشكل كويس حتى في مباراة ام بي في كأس مصر بيتسو مصيماني قدى الفريق راحة ثلاثة أيام تدع من النهاردة فبنتكلم يعني النهاردة كانت فيه تدريب صباحي ابتداء من بكرة الخميس الجمعة السبت عيكون فيه راحة سلبية والفريق أستهن تدريباته يوم الحد اللي جاي على هامش المراني الصباحي النهاردة بعد المباراة الودية اللي أقيمت بالأمس كانت فيه تدريبات استشفائية للعابين اللي شاركوا في ودية مباراة للغابة والمراني النهاردة يمكن كان مدته بالضبط 45 ديئة بدأ بمخاضرة فنية سريعة للجهاز الفني ثم وحدات بدانية مختلفة من الجهاز الفني مع اللاعبين شايفين كمان هو جونيور أشاييه لسه بيوصل تدريباته مع النادي الآن انتظرا بتأكيد عشان يشوف المرحلة الجاية ملف باقي اللاعبين في المرحلة اللي جاية طاهر محمد طهر الحمد لله شايفين هو في تدريبات الجامعية لأنه كان طبعا فيه مشكلة بالنسبة بإصابة طاهر أو حتى إمكانية مشاركة كهرباء أو حسين الشحات في الفترة الجاية قدامنا طبعا تدريب الحراس حراس المرمى مبارح شارك علي لطفي في شوت مصطفى شبير في شوت آخر في حمز علاء يعني الفترة اللي جاية بإذن الله الجهاز الفني بيحاول قدر إن كان يشوف مدى جهزات كل اللاعبة بعد عودة الدوليين عقب مباراة ليبيا النهاردة كهرباء وطاهر انتظموا في التدريبات الجامعية زي ما شفنا على الشاشة والحمد لله يكونوا جاهزين الفترة الجاي خاصة بعد ما كان طاهر محمد طاهر بيشتكي من إجهاد عضلي في الفترة السابقة دكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطب النهاردة كان بيتكلم على تفاصيل إصابة أو تأهيل حسين الشحات وياسر إبراهيم قال الاتنين بيستكمل في الوقت الحالي تنفيذ البرنامج التأهيل للتعافي من الإصابة والسنائي قطع شوت كبير جدا في تنفيذ البرنامج التأهيل للتعافي من الإصابة وبيقترب من العودة للتدريبات الجامعية في الفترة الجاية وتحديدا ابتداء من يوم الأحد القادم بإذن الله يكونوا جاهزين في التدريبات الجامعية حسين الشحات كان عنده إصابة في العضلة الضمة وياسر إبراهيم كان عنده إجهات خفيف في العضلة الأمامية بإذن الله نتمنى عاقب الأجندة الدولية تكون كل اللاعبة جاهزة للمرحلة الجاية لأن الانطلاق عا تكون مع الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 أكتوبر في النيجر وانطلاقة جديدة في دوري أبطال إفريقيا انتظارا بقى لانطلاق الدوري في أواخر هذا أو أواخر شهر أكتوبر القادم أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف الجديد بالنسبة لتريند الأهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميدي أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند أولاين النهاردة تريند أولاين هنركز أكتر على استعدادات منتخبنا الوطني أمام المنتخب الليبي الشقيق في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس العالم عشان نعرف تفاصيل أكتر ونشوف إزاي ليبيا بتستعد لمباراة مصر خاصة ليبيا في هذا التوقيت بتتصدر المجموعة وبالتأكيد منفسة قوية جدا المباراة مع مصر هتكون مهمة جدا بالتأكيد في أستاذ برج العرب لذلك أذهب مباشرة عبر تريند أولاين عبر سكايب مع الزميل العزيز الإعلامي الليبي الأستاذ مراد دخيل الصحفي والإعلامي الليبي أستاذ مراد مسائل خير على حضرتك وبسعد بالتأكيد موجودك معنا عبر شاشة قناة الأهلي بارك الله فيك محمد أكيد تحية لك ولكل المشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي شكرا لك أكيد على هذه الدعوة وأنا سعيد أيضا بالتواجد معك اليوم طيب فرصة طيبة بالتأكيد وجودك معنا لأن القريب السلوء من الاتحاد الليبي والمنتخب الليبي بشكل كبير جدا وتقدر تقول لنا كيف يستعد المنتخب الليبي لمبارات مصر وخاصة أن الجزء التاريخي كمان لو رجعنا للجزء التاريخي يمكن ليبيا مع مباراتها مع مصر في تصفيات كاس العالم أو تصفيات كاس الأمم بتبقى مبارات صعبة جدا والنسيجة بتبقى قريبة فتقدر تقول لنا الجزء التاريخي مع كمان استعداد ليبيا لمبارات مصر صحيح هو بالنظر لهذه المباراة محمد مباراة ليبيا ومصر هي دير بيق قبل كل شيء بعيدا عن أي خسابات بعيدا عن أي خلينا نقول اعتبارات ليبيا ومصر سواء كان مباراة ودية أو مباراة رسمية في مختلف الواجهات سواء كانت الدورات العربية وحتى في تصفيات كاس أفريقيا وأيضا تصفيات المزدوجة دائما ما يكون هذا اللقاء يحظى بمتابعة سواء كان عالمية سواء كان متابعة أيضا جماهيرية وكذلك متابعة حتى فنية لكل المنتخبين الكل يراقب مصر وأيضا في مصر الكل يراقب ليبيا نعصي اليوم أن التحضيرات بدأت لكل المنتخبين كلا المنتخبين يقيم معسكر أعداد وأيضا حتى استعدادات لهذه المباراة مصر نعلم جيدا بأنها تحضر ليبيا بمواجهة ليبيا ودية أيضا المنتخب الليبي اكتفى بمعسكر أعداد قصير في تركيا وتحديدا بمدينة أنطاليا تركيا لتحول لها قبل أيام قليلة لن يخوض أي مباراة ودية بالنسبة للمنتخب الليبي المدربة الإسباني خافير كليمنتي أعلن القائمة الخاصة بهذه المباراة أو المبارتين مباراة التهاب وأيضا مباراة العودة لم تحمل أي جديد ولم تحمل أي مفاجآت بالنسبة للقائمة اللاعبين هم نفسهم الذين خاضوا لقائي الجابون وأنكولا منتخب مصر هو الآخر كارلوس كيروش الذي تولى دمام الأمور مؤخرا رغم أن حسام البدري تارب المنتخب المصري يعتقد على أحسن ما يران وأنه لم يخفق في أي مباراة عادا لكنه لم يخفق في توليه المهمة لكن الاتحاد المصري أو اللجنة الخماسية رأت بأن كارلوس كيروش السلسية المدرب السلسية بقيت خماسية وبقيت سلسية وإن شاء الله يصبح اتحاد منتخب ومجلس إدارة كامل ومتكامل عموما إن شاء الله فكيروش هو مدرب برتغالي أعتقد محمد هو البرتغالي الأول الذي يشف على تدريب المنتخب المصري تقريبا عبر التاريخ يقول منتخب مصر مدرب برتغالي مدارة مختلفة لديه خمفية ودراية بالكرة الإفريقية سبق وندرب تقريبا جنوب أفريقيا لكن الكيروش أعتقد بأنه من خلال المؤتمر الصحفي أثناء تقديم حكم مدرب بالمنتخب المصري أيضا من خلال حتى التصريحات اللي بالأمس الرجل يبدو متخوف الرجل يبدو بأنه في محق صعب وصعب جدا وتحت ضغوطات كبيرة سواء أعلامية وأيضا حتى جماهيرية المطاربة بالفوز على المنتخب الليبي هي مطلب وحيد ولا بديل فيها ربما للفوز بالنسبة للمنتخب المصري من أجل العبور إلى كأس العالم خلينا نذكر وربما نذكر شيء تاريخي وانت تطبط مني شوية تاريخيا وممكن أن ننكد عليه في هذه الأمس يا محمد أن يوم 8 أكتوبر في 2004 ليبيا حققت الفوز على مصر في ملعب طرابلس دوليبي هدفين مقابل هدف ذات التاريخ وذات اليوم ولكن ليس ذات المكان ربما المكان هو اللي حيحدث الفارق هذه المرة في التصريحات المزدوجة في 2004 مباراة الذهاب اللي لعبت في ملعب طرابلس رابلس واحدة في المباراة الشهيرة وما زلتوا تتذكرون هذه المباراة الشهيرة أكيد في هدفين ناد الكارة وأحمد سعد وبعد ذلك تفوقت مصر في مباراة العودة فالعمل التاريخي اليوم يعيد نفسها من جديد يوم 2 أكتوبر 2021 تعود مصر في مواجهة ليبيا هذه المرة في الأراضي المصرية أكيد أيضا آخر مباراة جمعة المستخبين كانت في الدور العربية بالقاهرة في 2007 وانتهت بالتعازل السلبي لكن من نوعات الإيجابية مرد في كاس الأم الإفريقية كانت آخر مواجهة بينهم في البطولات المجمعة منتخب مصر أعتقد يومها فزة بسلاسة أهداف مقابل لشيء البطولة نظمتها مصر عام 2006 صحيح صحيح ذلك المباراة اللي كانت أيضا في ملعب ساد القاهرة وشماري كبير والنسخة اللي صدفتها مصر في تلك الفترة في مجموعة جمعة ليبيا ومصر وأيضا كونديفار والمغرب مجموعة نارية أعتقد وفي تلك الفترة كان التفوق للمنتخب المصري لكن ذكرت المباراة اللي تزامنت مع هذا التاريخ يوم 8 أكتوبر 2004 وكانت في تصفيات كس العالم وأيضا التصفيات المزدوجة وأيضا المباراة الأخيرة اللي جمعت المنتخبين عموما لغة الأرقام ولغة اللي نقول الحسابات باتت لغة ما تقدمش أي إضافة ولا تعني شيء في كرة القدم الحديثة والعصرية نعرف بأنه في مفاجآت عديدة في كل المباريات وكانت على صعيد القارة الإفريقية وأيضا حتى في صعيد أو على الصعيد الأوروبي أعتقد بأنه لغة الميدان هي اللي حتحسم وحتكون هي الفيصل وأكيد اللي مركز واللي مجهز جيدا لهذه المباراة هو اللي حيفوز ليبيا حتلعب يعني ممكن بأريحية أكبر من المنتخب المصري وهذه نقطة إيجابية بالنظر لأستثنقات اللي حصدتها في أول جولتين من التصفيات المونديالية طيب آخر سؤال يا مراد وهو في جزئيتين الجزئية الأولى مباراة الجولة الرابعة في بني غازي هتكون بحضور جمهور ولا بدون حضور جمهور والجزئية الثانية معسقر منتخب ليبيا هل في كل اللاعبة موجودة ولا عشان فريق الاتحاد وأهل ترابلس عمليه معسقر في مصر فاللعبة مش موجودة كلها مع المنتخب الليبي في معسقر تركيا لا لا هو بخصوص المباراة بالجمهورة وممجارة أعتقد بأن الاتحاد الليبي لكرة القدم يسعى بأن تكون المباراة بالجمهورة لكن قبل ذلك طلب إقامة المباراة بالمباراة بالمدخب الليبي مع القبون وأيضا مباراة بالأهل ترابلس مع فريق حي الوالي نيالا السوداني في تصفيات الكونفدرالية الأفريقية ولكن لم يوافق الكاف على هذا الطلب أعتقد بأن الطلب سيتجدد ولكن الكاف أتصور بأنه سيحاول قدر الإمكان بأنه يخرج بأذين المبارتين إلى بر الأمان بأخف الأضرار نعرف بأن اليوم بنسبة كبيرة كل المبارتين ستكون بدون حضور جماهيري وأعتقد بأن هذه النقطة إيجابية بالنسبة للمنتخب الليبي في مصر وأيضا إيجابية للمنتخب المصري في ليبيا نعرف بأن الجمهور الليبي لو سمح الكاف بتواجد الجمهور في الملعب أو في الملعب شهدان مدينة وملعب المباراة فهيتواجدوا بكثرة لكن التصور بأن كل المبارتين ستكون بدون حضور الجمهور بالنسبة للمعسكر المنتخب في أنطاليا القائمة حتى اللاعبين اللي من ناديايل الاتحاد والأهدي طرابلس وليس مذكرت يقيموا في معسكر أعداد في القاهرة اللاعبين الذين تم استدعائهم بقائمة المنتخب تحولوا مباشرة إلى معسكر المنتخب وأعتادروا عن الأنذيةهم تمحت لهم بأنهم يكونوا موجودين مع المنتخب بكون المباراة الأولى أو المباراة القريبة من اللاعبين هي مباراة ليبيا ومصر قبل المباريات الأفريقية سواء بإنسان سيواجه فيها الترجي السونسي وأيضا الآن ترابلس سيواجه فيها بشارة التنزاني فكل اللاعبين موجودين باستثناء اللاعبين الذين ينشطوا في دوريات عربية وأوروبية وعندهم انتزامات زي ما تعرف بأن القانون يسمح لهم بفترة زمنية معينة أن يكونوا متواجدين في المنتخب الزميل الإعلامي الليبي والزميل العزيز مرد دخيل الصحفي الليبي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وبالتأكيد بنستنى إن شاء الله تكون مباراة طيبة ما بين الشقيقين المنتخب المصر والمنتخب الليبي في تصفيات كأس العالم الجولة الثالثة والربعة شكرا جزيلا لك أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف في السوشيال ميديا واللي تكتب على الأهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا أول حاجة معايا بنتكلم بقى على البطولات الإفريقية للأندية طيب صفحة فلاش كورا على فيسبوك نشروا إحصائية على الأندية المصرية الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية طبعا فرق شاسع ما بين الأهلي والأندية المصرية الأخرى حتى كمان على مستوى القاري مع باقي الأندية الأهلي بنتكلم في 22 لقب قري إفريقي الزمالك 11 الأهلي طبعا ضعف الزمالك في البطولات الإفريقية بنتكلم عن دوري أبطال وكاس الكؤوس والكونفيدرالية والسوبر الإفريقي أيضا كمان بنتكلم عن 3 بطولات للمقاولين العرب وبطولة وحيدة أخيرة لفريق الإسماعيلي اللي فاز بها بالتأكيد على الأنجل بير اللي هو حاليا اسمه مازينبي الكنغولي عام 1970 مبالكة طبعا الشهيرة اللي كانت موجودة على استادئ القاهرة الدولي وبالمناسبة الإسماعيلي هو أول فريق مصري يفوز بأول بطولة إفريقية لمسابقات الاندية الإفريقية مسابقات الاندية الإفريقية تغير مسمياتها كتير الفترةthought سابقة يعني كان دوري أبطال إفريقية المسمى السابق لي كان رابطة الأبطال الإفريقية كاس الكؤوس الإفريقية استهنست بطولة ثم ميت كاس الاتحاد الإفريقي تم دم جونبية كاس الاتحاد الإفريقي كاس الصبر بالتأكيد بوجود منذ سنوات والآله عنده رصيد كبير جدا وصاحب الرقم القياسي في العديد من الكؤوس والألقاب القرية وهو بتأكيد نادي القرن السابق وأيضا الحالي حتى هذه اللحظة ربنا يدينا ويديكم طولة العمر بعد طبعا يعني حوالي بنتكلم في المائة سنة الجديدة يكون الأهل هو نادي القرن طيب نروح كمال للصفحة الرسمية للوطن الرياضي سبورت بيتكلموا على بيرسي تاو بيرسي تاو حديث الجميع في الفترات السابقة وعندما عاد من معسكر جنوب إفريقيا كل تكلم عن إصابة وإصابة مزمنة وأصيب مع المنتخب ولو أصلا مصاب لغاية لما الأمور الحمد لله تطحت زي ما إحنا قلنا هنا بالزبط مفاجأة صار لبيرسي تاو في الأهلي قبل رحلة النيجر بدوري أبطال إفريقيا الخبر بيقول على عهدت الزملاء في الوطن سبورت أن في مصدر في الأهلي ذكر أن بيرسي تاو هيكون جاهز للسفر مع الأهلي لمواجهة الحرس الوطني في النيجر يوم 16 أكتوبر المفاجأة صار أنا هيكون جاهز وهيسافر مع البيعسة إلى النيجر وهيكون جاهز لهذه المباراة الأسبوع الماضي قلت بيرسي تاو ما فيش إصابة مزمنة اتحاد جنوب إفريقيا أصلا بعت للنادي الأهلي خطاب رسمي قال أن اللاعب أصيب أثناء وجوده في معسكر منتخب جنوب إفريقيا وأكد قبل الإعلان الرسمي أن بيرسي تاو لن يسافر في المعسكر القادم لمنتخب جنوب إفريقيا وبالفعل هوكو بروس أعلن قيمة وبيرسي تاو مش موجود وما كانش في أزمة ولا اللاعب زعلان وقال لا لازم أسافر والمنتخب قال لازم اللاعب يجيلي فيش حاجة من الكلام ده خالص لكن للأسف أنت عارفين دايما أي حاجة متعلقة بالأهلي دايما الناس بتحبها على السوشيال ميديا تكتف فيها كتير يعني طيب الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر كتبه كهربا يترقب فرصة حقيقية بالأهلي بعد التقلق أمام إمبي كهربا من اللاعبة لو بصين على السكاوتينج والأرقام من أفضل اللاعبة هو وحسين الشحات في الموسم السابق وبيتسو موسماني دايما بيعتمد على كهربا في فترات مهمة جدا لكن الفترة اللي جاية الفرصة هتكون لللعيب اللي يقدر يستغل النص فرصة تحديدا في هذا المركز بنتكلم عن كهربا حسين الشحات طاهر محمد طاهر بير ستاو لويس ميكي سوني وليد سليمان بتكلموا عن سبع تمن لعيبة أسمائهم كبيرة جدا في البطولات الإفريقية فاللعيب اللي هيفرض نفسه وهيقدر يستغل لنص فرصة يجيب بأهداف هيفرض نفسه على التشكيلة الأساسية وتأكيد الجهاز الفنع يكون سعيد لما يكون عنده لعيب أساسي بيحرز أهداف ويقدر يجيب أهداف من نص فرصة مع وجود كمان محمد شريف وحسام حسن مهاجمة الأهل في الفترة اللي جاي طيب نروح كمان لليوم السابع والنهاردة بيتكلموا على صفقة يمكن المريكاتو الحالي في الصيف محدش جاب سيرته لكن الحساب الرسمي اليوم السابع على فيسبوك نشر أن الأهل يحسم الجدل بشأن نظام نجم الإسماعيلي في مريكاتو الصيف مصدر في الأهل قال لما سئل على باهر المحمدي هل الأهل ممكن يفكر في باهر المحمدي في الفترة اللي جاية يمكن المصدر أهل الأهل لا يفكر في ضم أي لاعب من الإسماعيلي في الوقت الحالي ومعلوماتي أن الأهل مفكرش في اسم أي لاعب من لاعب الإسماعيلي وباهر المحمدي كان دايما بيتردد في السنوات السابقة لكن السنة دي الأهل مفكرش في باهر الأهل عنده مدافعين وطلع كمان سعد سامير إعارة لمدة سنتين في فيوتشر إفسي موجود معانا رامي ربيع موجود ياسر إبراهيم موجود كمان أيمن أشرف موجود بدر بنون فما فيش مكان ده أنت عندك مدافعين بعدد ده زائد وطلع تهم إعارات عشان الفترة القادمة فموضوع باهر المحمدي غير صحيح وعايز قبل ما انتقل للجزئية دي دايما الإعلام بيركز على فكرة الأهل خدمي من الإسماعيلي يا جماعة السنة دي فخر الدين بن يوسف أبرز لاعب في نادي الإسماعيلي انتقل بكل سهولة ويسر إلى نادي بيرامدز لا شفت السوشيال ميديا ولا شفت حد اهتم ده كمان مش فخر الدين بن يوسف لا ده كمان كابتن إهاب جلال المدير الفني يعني المدير الفني وفخر الدين بن يوسف وحسين السيد اللي كان فرصة أن يكون موجود في الإسماعيلي الفترة اللي جاي انتقل كمان لنادي بيرامدز وكابتن إهاب جلال ما رحش لوحده ده هو والجهاز المعاوم بالكامل يعني جهاز فني بالكامل رأس حربة أساسي وفرع مع الإسماعيلي في الفترة الأخيرة والظاهير الأيسر الأساسي حسين السيد لا شفت السوشيال ميديا اهتمت لكن دايما لما تلاقي الأهل بيفكر في اسم أو حتى الإعلام يطرح اسم بيبقى موضوع كبير جدا بخصوص كل اللايب آخر حاجة معايا بطولات كيك أوف بتنشر قائمة أغلى عشر حراس مرمى في أفريقيا ونانا طبعا الحارس الكبير اللي بيلعب في الدوريات الأربية بيتصدر ومحمد الشناوي سادس في قائمة أغلى عشر حراس في القرى الإفريقية ده كان ترند الآلي والمحتوى الموجود معانا عبر السوشيال ميديا أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم باقي فقرات أو آخر فقرة في برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والترند العالمي والجزء الأخير من حلقة الترند سريعا نشوف الترند العالمي النهار ده معانا مين بالتأكيد ده محمد ده صلاح تصرحات لي نشرت وحساب يلا كورا على تويتر نعلهن بالتأكيد صلاح بعد مباراة الأمس قال تحكمنا في مباراة بورتو منذ الدقيقة الأولى المباراة كانت مهمة بالنسبة لنا نحن الآن في صدارة المجموعة ونلعب جيدا خارج ملعبنا علينا أن نخود المباريات خارج ملعبنا مثلما نلعب على ملعبنا في الأنفلد علينا أن نقدم مئة في المئة من مجهودنا صلاح عمل رقم جيد جدا فيه معايا بالتأكيد حساب اللي ويفا لشمان برزليج بيكلموا على أفضل لعيبة أو قائمة الهدفين الأفارقة في دوري أبطال أوروبا دي دي رجبة 44 هدف سامويل إتو 30 محمد صلاح 30 هدف ويقدر صلاح بإذن الله خلال الفترة الجاية يقدر يقصر الأرقام القياسية بالنسبة للعيبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية طيب نروح بقى للجوز الأخير المتعلق بمشاركة الجماهير على السؤال اللي طرحناه في البداية أفضل تشكيل لمنتخب مصر في مباراة تاليبية محمود فكري بيقول الشناوي وحجازي والوينش وأكرم وأيمن أشرف وطرق حامد والسلية وأفشة وصلاح ومصطفى فتحي ومحمد شريف نشوف رأي آخر أستاذ يوسف صبحي بيقول محمد الشناوي أحمد فتوح الوينش حجازي أكرم توفيق إنني السلية أفشة محمد صلاح تريزي جي مصطفى محمد طيب صاح يوسف تريزي جي مش موجود في المعسكر لسه مصاب فتريزي جي مش هيكون موجود في التشكيل الفترة الجاية الأستاذ سمير بيقول الشناوي أكرم حجازي الوينش فتوح السلية حامد فتحي مجد أفشة مصطفى فتحي زيزو محمد شريف أعتقد كده يعني الناس رايحة في سكة فتح موجود ومصطفى فتح موجود ومحمد شريف بس ازاي معقولة التشكيلة دي ومفقاش محمد صلاح طيب كلها وجهات نظر بالتأكيد حسين أسامة بيقول محمد الشناوي أحمد فتوح الوينش حجازي أكرم توفيق محمد النني السلية مجد أفشة مصطفى فتحي محمد شريف محمد ده صلاح هي وجهات نظر في فكرة بقى النني سلية السلية حامد فتحي كل واحد بيقول وجهة نظره مهند بيقول الشناوي أحمد فتوح أيمن أشرف الوينش وأكرم توفيق طارق حامد والسلية أفشة مصطفى فتحي محمد صلاح ومحمد شريف أنا شايف فيه يعني اهتمام كبير جدا من كل السادة المشاركين معنا في الإجابة على التوقعات وكل شايف أن مصطفى فتحي ممكن يكون موجود بشكل أساسي فيه التشكيلة الأساسية خلال الفترة اللي جاية بتتروح الأراء بقى في فكرة الوينش وأيمن أشرف أحمد حجازي ولا أيمن أشرف نفس الفكرة في وسط الارتكاز النني والسلية ولا السلية أو حامد فتحي ولا طارق حامد والسلية طبعا المكان ده تحديدا يمكن بنتكلم عن ثلاث لاعبين برزين بشكل كبير جدا سواء السلية أو حامد فتحي أو النني أو حتى كمان طارق حامد لا خلاف بالتأكيد على وجود محمد شريف كرأس حربة ممكن بالتأكيد يدخل معاه في المنافسة مصطفى محمد لكن السكواد بشكل عام شايفينه فيه منافسة قوية بين عدد كبير من لاعب منتخبنا الوطن المهم وده الأهم تكسب مطش ليبيا في استاد برج العرب لأنه مهم جدا تكسب عشان تتصدر المجموعة على أمل تحيي نتيجة إيجابية في مباراة الجولة الرابعة في بني غازي بالتأكيد مباراة صعبة وفي نفس الوقت كمان محتاجة تركيز كبير جدا وجهاز فن جديد محتاج يبدأ بداية قوية لأنه قدر الله أي اخسارة أو أي تضيع نقاط في مباراة ليبيا مصر خارج السباق وبالتأكيد ده يكون ليه دور على الجهاز الفني في النهاية بشكر حضراتكم بالطبع على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ألتقي على خير في حلقة أخرى قادمة من برنامج التريند الإسبوع القادم شكرا وإلى اللقاء